في كل يوم لنا حاجات وحاجات من عاش لا تنقضي فلا تسأل الناس شيئا ولكن توجه بقلبك إلى الله المجيب فالله هو المجيب الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون والمجيب سبحانه يستحي من السائلين فلا يردهم خائبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ويستجيب الله لمن دعاه بحسب ما تقتضيه حكمته ويستدل بهذا على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه للبر والفاجر فمن أراد أن يستجيب الله له فليستجب هو لله أولا بالإيمان والطاعة والاستقامة على دينه قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليخلص لربه في دعائه كما يخلص له في عبادته قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ومن أراد أن يستجيب الله له فليطب مطعمه ولا يأكل من الحرام فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ولا يستعجل الإجابة فإن لله تعالى حكمة في تأخيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل فتوجه إلى المجيب وأنت على يقين فإنه يجيب الدعاء ولو بعد حين قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين